سلام لبنات مرحبا بكم في قناتكم ليمون دو مروان ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وانتم ما تشوفوا هذا الفيديو اليوم اشبكتكم حلوة جافة باسيتها اليومياتكم بالبيمو ونروحو المقاتر لدينا 150 غرام زبدة انا نستعمل هادي سول عدنا ربع ملاعق سكر رطب وعدنا زوج ملاعق كاكا وعدنا ربع ملاعق عسل وزوج بيضات واحدة خمارة واحدة لاباني والفارينة حسب الحاجة نروحو طريقة التحذير بعد ما حطينا زبدة في الايناء نزيدو لها سكر رطب ونزيدو لها دوكزوج بيضات ونزيدو لها لاباني ونخلطو باليد برك حتى نتحصلو على هدك الخاليط المتجانس وندخلو كامل مقادير في بعضها بركب اصابع اليد بعد ما خلطنا الخاليط نروحو نزيدو لها العسل ونخلطو ملاح تاني غير بركب اصابع اليد ونبعدها نزيدو لها الكاكاو انا هنا استعملت ملعقة كاكاو بني غامق وملعقة كاكاو بني فاتح هكا حبيت مني اكلار شوية تكون متكونش غامقة ومتكونش باردة بعدها ما نخلطو كامل خاليط ونتحصلو عليه خاليط متجانس نروحو نزيدو لفارينا غير بالعقل باش ما تجيناش في عجينا يابسا نزيدو شوية فارينا وبعد نزيدو معها هاداك الكيس تاعة الخاميرة نزيدو شوية فارينا نزيدو شوية فارينا ونصدرت هاداك اليموجي انا هنستعمل هاداك المول للطابع اللي يشتو استعملوتو ما اي طابع عندكم وجيبو حلال ندو شوية ملعجينا ونحاودو نغطوها باش ما تجفناش نديرو فيها شوية فارينا رشا ونديرو هاداك الكيس بلاستيكي باش يساعدنا نحلو ونديرو بالحلال لازم يكون السوك واحد سنتيم انا نديرو هاداك الموثلات وما تقدروا تديرو اي شكل هنا حبيت نزيد الحبات الثالثة بصح ما صلحت ليش ما عليش نعاود نحطوه في المول هنا كغيب العقل نهزو الحبات زي ما حبيت نوريكم الحبات لكي الكاميرا ما بينا تاليش نعاودو نفس العملية مع كامل عجينا حتى نكملوها كي ما قلت لكم السوك اراه واحد سنتيم يعني شوية خشينا وهاد الكيس البلاستيكي باش يعطينا سطح املس ويساعدنا في اننا نحلو العجينا نكملو كامل العجينا بنفس طريقة ونحطوها في الفرن حوالي عشرين حتى خمسة وعشرين دقيقة تكون على درجة مية وستين ونروحو طريقة التزيين وهي الحلوة بعد ما طابت كيف اشجات نروحو تزيين ديرو موربا نخلطوه مع شوية عسل وعندنا او سي بيمو رحينا فروبو هكا نروحو نجيبو الحبه بتاع القاطو ندخلوها كامل في هذك الخاليط ما بين الموربا ويعني كونفيتو تع المشماش والعسل ونحطوها في البيمو نغطو كامل جوانب بتاع الحبه وهاي كيفاش الحباجات ونكملو بنفس طريقة كل الحبات ونتلاقوه في التقديم اشتركوا في القناة بتاعنا واجدة بعد ما زينناها وكملناها وبدلناها في الكيسات راي في طبق التقديم هي بزاف حلوة الشيشة وبنينة وبسيطة يعني ما فيهاش تكاليف ما فيهاش بزاف سوالة تقدروا كامل ديلوها هذه الحبه بعد ما كسمناها هادو دي فوتو للقاطو نتمنى انها يا ربي تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رايكو في الكومنتر وما تنسوش جام كومنتر ولا اشترك واذا عجبتكم قناتنا بارتاجوها ويعطيكم الصحة سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة